تمثل الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيا الحوثي أحد أهم العوائق التي تواجه عملية إنقاذ خزان صافر العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة وعلى مدى سنوات الماضية نشرت الميليشيات الآلاف من الألغام العائمة في مياه البحر الأحمر ضمن مخططاتها الرامية إلى تهديد الممر الملاحي وإيقاف الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخلال السنوات الماضية تمكنت الفرق الهندسية من انتشال 3452 لغما بحريا في الشواطئ ومحيط عدد من الهزر اليمنية بالبحر الأحمر وتم تفكيك تلك الأجسام الخطيرة والتخلص منها في حين لا تزال أعداد كبيرة في البحر بمحيط الخزان العائم صافر على بعد حوالي خمسة أميال بحرية قبالة ساحل محافظة الحديدة الخزان الذي يحتوي على نحو مليون ومائة وأربعين ألف برميل من النفط الخام الخفيف أصبح يمثل قنبلة موقودة تهدد منطقة البحر الأحمر ومع إعلان الأمم المتحدة بدأ أول مراحل عملية إنقاذ خزان صافر النفطي أطلق المرصد اليمني للألغام تحذيرات متواصلة للتعريف بخطورة تلك الألغام البحرية على سفن الدعم والخزان العائم البديل الذي من المقرر أن يصل خلال الأيام القادمة كما نشرت مليشيا الحوثي كميات كبيرة من الألغام البحرية على امتداد شاطئ الساحل الغربي من باب المندب جنوبا إلى ميد شمالا ما تسبب في خروج مناطق استياد واسحة عن الإنتاج إضافة إلى المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر وقدرت الأمم المتحدة ميزانية عملية إنقاذ الخزان صافر بما يعادل مائة وأربعين مليون دولار ولكن سرعان مزددت المبالغ المستحقة مع ارتفاع تكاليف ناقلات النفط لتصل ميزانية مرحلة الطوارئ الحالية إلى مائة وتسعة وعشرين مليون دولار تم جمع تسعة وتسعين مليون وستمائة ألف دولار بالفعل مما يترك فجوة قدرها تسعة وعشرون مليون دولار